حققوا منتخبنا الوطني للرماية الميدالية الذهبية ضمن منافسات الاسكيت على صعيد الفرق وذلك في البطولة العربية المقامة في المغرب كما نجح رمات الكويت بالفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية على الصعيد الفردي المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي ثلاث ميداليات من كل المعادن هي حصيلة المنتخب الكويتي للرماية في الصنف السكيت عندما توجت بالصف الأول على صعيد المنتخبات والثاني والثالث فرضيا ضمن البطولة العربية للرماية التي وضعت أوزارها بالرباط رمات المنتخب الكويتي صنعوا الحادثة في حادث كان قوي بانتياز نحن في بداية 2020 وهذا رقم مؤهل للبطولات الغادمة طبعا عندنا راميين وأهلين للأولمبيات إن شاء الله وهذا استعداد لهم استعداد طيب إن شاء الله افتخروا أولا بالمرتبة الرماية العرب في هذه البطولة وكان افتخروا كذلك بالعمل الجبار التي تقوم به الاتحادات الوطنية للرماية وكان افتخروا كذلك بالعمل التي تقوم به الاتحاد العربي للرماية الريادية تحت رئاسة الأخ دائج خلف لوتيبي اليوم الأخير من جمع الرباط جمعت من خلاله الرماية الكويتية حشدا من الأصوات التي نوهت بالعرض الكبير الذي قدمه الرماية الكويتيون قبل موعد طوكيو أولمبيا عبدالله ومنصور طرق الرشيدي وحبيب سعود الكندري ثلاثة أسود زأرت عاليا فوق بوديوم التتويجي أمام عمالقة الرماية عربيا أحوال الجو كانت شوي فيه هوا خفيف والله الحمد قدرنا نحصل على المركز الأول أنا وأخواني عبدالله الطرقي ومنصور الرشيدي على المركز الأول وحصلنا على مداليتين بالفردي أنا وأخوي عبدالله الطرقي الرشيدي المركز الثاني هذا بفضل الله ثم الجهود هيئة العامة للرياضة الكويتية وهم أشكرهم على هذا الدعم الطيب اللي خلونا نشارك هنا ونفوض هو تتويج كويتي مستحق وجدي بعد ثلاثة أيام من المنافسة الشرسة في صنف سكيت في وقت حقق فيه المنتخب الكويت نفس الإنجاز في صنف طراب قبل أسبوع في ذات البطولة ما يؤكد على أن الرماية الكويتية بألف عافية على غرار الصنف طراب بسط الرماية الكويتيون يدهم في صنف سكيت وبالتالي بسطت الرماية الكويتية يدها ككل على النسخة الثالثة من البطولة العربية للرماية لتلفزيون دولة الكويت عبدالله الشاب الرباط